الحقيقة اني كنت اقرأ للدكتور خالد فهني مستاذ تاريخ في الجامعة الامريكية كان كتب مجموعة نقالات عن هزيمة يونيو هزيمة ايه يونيو هو اللي كاتب كتاب كل رجال الباشا ووريك العسكر الجنارات الذين تخلوا عن الواجب الوطني وعاوزين بعد الزمن ده كله يعيدوا تثبيت صورة مش موجودة ان العسكر هم القوة الوطنية مش موجودة هذي القصة اكذوبة كبرى حسن معك شو ايه تحاجات وخذ ودي معايا وما تقولش ان ده مش كلام زوبع ولا كلام الاخوان ولا كلام الصور ده كلام من كتبوا وقرقوا لحرب سبعة وستين هزيم السبعة وستين اللي حاول محمد حسن هيك اللي سميها ايه النكسة بيقول تحت انوان غرفة النوم في القيادة العامة بيقول ترك لنا الفريق اول محمد فوزي رئيس الاركان في هزيمة سبعة وستين في مذكراته كتاب حرب الثلاث سنوات التي نشرت بعد مرور اشرين عاما من الحرب رواية مختلفة بعض الشيء وتحمل لمسة درامية اذ يروي فيها ان عب حكيم عامر استدعاه يوم ستة يونيو يعني بعد الحرب بايه بيوم وقال له والكلام من عب حكيم اللي هتشوف صورته بيقول لللوة الفريق اول محمد صدقي رئيس الاركان لان عب حكيم عامر كان نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة بعد اتفاق لانه اتفق انه جبالي بقى القائد الاعلى للقوات المسلحة عشان عب حكيم عامر مسيطر على مين على الجيش دول القادة عب حكيم عامر ده ترقى من رائد الى ايه الى ايه الى مشير او لوة الاول ففي لوة كان موجود في مجلسة خد سورة استقال قال لي عب العالده ايه ابو ريك هم بيمنحوا انفسهم الرطب مش الرتب وبعدين يقول لك ايه ده مرسي مش عارف ايه وده ادن نفسه نشان هيوريه بيقول له بقى عب حكيم عامر بيقول للفريق اول محمد صدقي محمد فوزي اسف عاوزك تحطيلي خطة سريعة لانسحاب القوات من سينة الى غرب القناة ده عب حكيم بيقول لي مين للفريق اول رئيس الاركان تاني يوم ثم اضاف قدامك عشرين دقيقة فقط عشرين دقيقة مئة الف دفعي ولا سينة بيقول فجئت بهذا الطلب از انه اول امر يصدر الي شخصية من المشير اللي كانت حالته النفسية والعصبية منهرة اسرعته الى غرفة العمليات استدعيت الفريق انور القاد رئيس الهيئة واللوة تهامي مساعد رئيس الهيئة جلسنا نفكر في اسلوب وطريقة تسحاب القوات بعد ان اعطيت طلب المشير الى كلايهما انتهى بنا الموقف لوضع خطوط عامة راجل ادخل الحرب وخسر فيها وما عندوش خطوة الانسحاب تتم ازاي ده دول اللي مش عارفين يطردو الف واحد من سينة خلي بالك عصلاح ميراسي يا ابني يموت الزمار وصابعه بتلعب هي نفس القز واللي خليف ما ماتش فبيقول رحنا له توجهنا نحو انه السلاتة الى المشير كان منتظر خلف مكتبه واضع احدى ساقية على كرسي المكتب يعني لو قاهد كده على المكتب حطت رجله ايه هنا وبعدين مرتكزا بدقنه على ساقه الموضوعة حطت ايده على رجله بقدرت المشير بقولي على قد الامكانيات يا سيادة المشير وقد الوقت وضعنا خطوط عامة لتحقيق فكرة سيادتك ونرجو الازن بان يقرأها اللوة تهامي اقرأ يا تهامي تهامي قال له ترتد القوات الى الخط كذا يوم كذا الى الخط كذا يوم كذا وان يتم ارتداد القوات بالتبادل على هذه الخطوط يتم الانسحاب في اربعة ايام وثلاث ايه ليالي لما سمع المشير الكلام ده هو اتعلم بالكلم على حكيم عامر بتحديد مدة الانسحاب رفع صوته قليلا موجه الحديث لي اربع ايام وثلاث ليالي يا فوزي انا اعطيت امر الانسحاب خلاص الاخ بيهزر قعد في غرفة نومه هيقولك هو في غرفة نومه اللي ملحقة بمكتبه ولا انا خلاص اديت امر الانسحاب بلا قيادات بلا بتاع دي فكاقة انك تسيب الجنود والزباط في سينة عراء حفاء الان يلقوا مسرعهم بدون حماية هو نفس الشي يا بيه هو نفس الشي اسمع وبعدين اه امسيبهم ودخل غرفة نومه اللي ابتقع خلف المكتب مباشرة وواجهوا كان ازداد حمرة ده كلام محمد فوزي في حرب التلات سنوات اشتركوا في القناة